موسيقى الرئيس السيسي ووالي العهد السعودي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتنسيق القضايا للعمل العربي المشترك في اليوم الثمانين من العضوان الإسرائيلية ماءة الشهداء والنصابين في غزة واقتحمات لعدة مدن في الضفة الغربية واستهداف لبلدات في جنوب لبنان شكري يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة تنفيذ كامل بنود قرارات مجلس الأمن الأخيرة بشأن غزة ويتبادلان الرؤى حول مسارات التحرك دولية التسعة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش نشرة من الإخبارية المفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحبا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنصيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال تصل هاتفية تلقاه رئيس السيسي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ولي العهد السعودي قدمت تهنيئة لأخيها الرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة مؤكدا حرص السعودي على مواصلة التنصيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر ما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية وقد ثمن الرئيس السيسي من جانبه هذه اللفتة الكريمة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لبحث موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود ازالة التعديات واعمال التكريك في بحيرات مصر كافة والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لأهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شاق الثعبان حيث تستهدف الدولة تحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير المنطقة حيث وجه مدبولي بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة برخام لدى أصحاب الورش كما وجه بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية ودعم الصناعة المصرية اشتركوا في القناة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الثمانين استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعياته منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع في أرجاء متفرقة من قطاع غزة وقعت مئة الشهداء والجرحة كما وصلت طائرات الاحتلال لشنغارات عنيفة على مقيم البريج وخان يونس في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد الشهداء للقطاع إلى 20 ألف وستمائة وأربع وسبعين شهيدا بينما تخطى المصابون الأربع وخمسين ألف وخمسمائة مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي تخض الفصائل الفلسطينية اشتباكة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في محاور قطاع غزة أكدت الفصائل تمكنها من قصف التمركز للأليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة حجر الديك وحشود أليات عسكرية في محاور التقدم شرق نيونس وفي محيط موقع شمال قطاع غزة مؤكدة وقوع قتلى وإصابات في صفوف قوات الاحتلال أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشال جثث خمسة محتجزين إسرائيليين من شبكة أنفاق تحت الأرض شمال قطاع غزة وذكرت وكالة رايترز أن جيش الاحتلال لم يوضح ملابسات وفاة المحتجزين حيث أكد كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أن السلطات تنتظر نتائج فحص الطب الشرعي للجثث وكان الرهائن الخمس هم ثلاثة جنود ومدنيان من بين المحتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر اشتركوا في القناة هذا مكلاحة وشبوتين كيوم تاخد شبوتين دلت كومبرسور خدش أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وأصابت ثالث بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة في العشرين من أكتوبر إلى مائة وخمسة وستة وخمسين ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وتسعة وثمانين قتيلة ووسط القصف الإسرائيلي غير المنقطع يعيش الفلسطينيون في غزة أوضاعا إنسانية كارثية في ظل نقص الغذاء والدواء يواجه الأهالي في القطاع شبح الشتاء القارس مع غياب كامل لوسائل التدفئة وانتشار الأمراض خوف وجوع أضيف إليه برد الشتاء القارس مأساة متكاملة يعيشها سكان غزة منذ نحو ثمانين يوما في ظل قصف إسرائيلي لا يرحم صغيرا كان أو كبيرا رجلا كان أو امرأة هنا غزة حيث المكان الذي لا يشبه مكانا في العالم في ظل نقص الغذاء والكساء وانعدام الأمان لقد وصل فصل الشتاء ببرده وسقيعه والعديد من الأباء والأمهات غير قادرين على العثور على ملابس وحذية لأطفالهم الصغار في غزة المحاصرة إحنا هلقيت حياتنا مأسوية جداً إحنا هلقيت دخلين على الأربعينية وإحنا كنا جايبين معنا أواعي صفية لأولادي طبعاً فيش لا أواعي ولا في حاجة ألبسها للأولاد طبعاً بروح على السوق إني أدور فيش ولا أي شيء حتى الأواعي المستخدمة فيش مش موجودة العدوان على غزة والذي يتواصل منذ أكتوبر الماضي أدى إلى الحد بشكل كبير من عدد الملابس التي يمكن دخولها إلى البلاد مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض حيث أغلقت إسرائيل القطاع اقتلال فرض علينا تهجير قصري تركنا بيوتنا كاملة وتركنا أملاكنا والآن نعيش بخيام من نايلون إحنا وأولادنا ونحن ملوك في بيوتنا اليوم أصبحنا أزل عايشين في شوارع نلتخط الملابس القديمة لأولادنا نكسيهم من برد الشتاء ومش عارفين إيش نعمل في الحال وإلى متى هذا الحال وإلى متى هذا الحصال وفقاً لأصحاب المتاجر المحلية هناك طلب كبير على الملابس المستعملة ولكن الفلسطينيين لا يمتلكون إلا القليل من المال لدفع ثمنها قبل الحرب كان فيه إقبال بس مش بالشكل الآن حكم الحرب والناس اللي تهجرت من غزة بشكل عام فصار عندنا اقتضاد في دير البلح الاقتضاد أجبر الناس على أنها تصير فيه إقبال على محلات البالي أكثر من محلات رسمية لأنه الناس محاش مصاري فلوس محدوداً لمحا لأن حتى الآن تقريباً رواته بمنزد الشلة شهر يعني إنها تلع شهور في الحرب وقد نزح حوالى مليون وتسامئة ألف فلسطيني بسبب الصراع والطر العديد منهم الآن إلى العيش في الخيام إلا أن رياح الشتاء وأمطاره باتت تحاصر لاجئين في الخيام وسط نقص حاد في كافة مقاومات الحياة من أدوات التدفئة والوقود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الضفة الغربية وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لبلدة برقة في محافظة نبلس شمال الضفة هذا وقت حمت قوات الاحتلال القرية وداهمت عددا كبيرا من المنازل قامت قوات الاحتلال باحتجاز عددا من المواطنين داخل أحد المنازل مع صوب الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية خسائر فادحة في الأرواح وتدمير كامل للمنازل والمستشفيات وتدنيس صارخ للمساجد كلها ندوب عميقة في الجسد الفلسطيني زرعتها أصابع الاحتلال الإسرائيلي وانتشرت يوما بعد يوم وفي الأسبوع الماضية بات مخيم جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة مسرحا لاقتحمات عسكرية إسرائيلية شبه يومية تخللتها اشتبكات دموية بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي نالت من أرواح الفلسطينيين مثلما تركت أثارها على واجهات المباني التي تعرض بعضها لدمار واسع وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملياته هدفها البحث عن مطلوبين تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية أن العديد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين في عمليات الاقتحام هم من المدنيين العزل واكتحت العمليات العسكرية الضفة بتنفيذ القوات الإسرائيلية مجموعة من الاقتحمات والاعتقالات في مدن وقرى مختلفة وتعمد الجيش الإسرائيلي قطع الطيار الكهربائي عن المناطق التي يقوم باكتياحها فضلا عن شن حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين الفلسطينيين في مخيمات قلندية وعقبة جبر والدهيشة وبلدة بيتا وبلغت حصيلة الاعتقالات بالضفة الغربية أكثر من 4600 فلسطينية وكشفت بيانات نادي الأسير الفلسطيني أن حملات الاعتقالات رفقتها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح وتهديد وترويع للمعتقلين وعائلاتهم بالإضافة إلى عمليات تخريب البنى التحتية للمدن والمخيمات ومنازل الموطنين اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وأفد شهود عيان بأن المستوطنين نفذوا جوالات استفزازية في باحات المسجد وأكدوا أن شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة من القدس وأبواب المسجد الأقصى منعت المواطنين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى وفي لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غيرات على مناطق في الجنوب طالت قرية عيدة الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيت ومتعة في الجبل الأعلى دون الإبلاغ عن إصابات بشرية أو أضرار أو خسائر بالممتلكات ايه ی و광 ايه ايه الان ايه أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتأسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة جاء ذلك خلال اتصال الهاتفي من نظيره الإيرانية حسين عبداللهيان حيث بحث الجانبان الأوضاع في قطاع غزة ومتابعة النقاش حول القضايا الصنائية بين البلدين وتبادل الوزيران الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في القطاع وكذا ما صارت التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستخف بالإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين أكدت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي الدموي يعرقل أي آلية دولية لإيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة محذرة من إقدام سلطات الاحتلال على استبدالها بآليات أخرى تفشل أهداف الحقيقية للقرار الأممي الصادر مؤخرا وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا البانيز أن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حاليا تجرى بإذن من العالم وأضافت أن ما يجرى في قطاع غزة لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة حول العالم بحق المدنيين وأوضحت أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة يقوم بها مرتزقة قادمون من دول عدة كما طالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما يرتكبوه أفادت توسائل أعلام إسرائيلية أن نتنياهو أكد لأعضاء حزبه أنه يدفع باتجاه هجرة طوعية لسكان غزة إلى بلدان أخرى وخلال كلمته أمام الكنسة الإسرائيلي أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بان يمين نتنياهو أنه لن يتمكن من تحرير المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة بدون ضغط عسكري وأضاف نتنياهو أن التصعيد في قطاع غزة بعيد عن النهاية نافيا ما وصفته بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف العمليات وقد أشار نتنياهو إلى أن القوات الإسرائيلية ستكثف عملياتها خلال الأيام المقبلة منوها إلى أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا كما أضاف خلال كلمته أنه أطلق عائلات المحتجزين صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وردد ذوي المحتجزين الذين حملوا لافتات وصوروا لأبنائهم الآن ردا على قول نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الوقت وقد حمل الأهالي لافتات كتبوا عليها عبارات ثمانين يوما كل دقيقة جحيم وماذا لو كان ابنك دعت صحيفة هارس الإسرائيلية إلى الإطاحة ببان يمين تنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه باعتباره المسؤول الأول عن أحداث السابع من أكتوبر واعتبرت صحيفة هارس أن الظروف أصبحت مواتية الآن لتجدد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإطاحة بنتنياهو من منصبه لسيما عقب المظاهرات التي شهدتها مدن إسرائيلية السبت الماضي للمطالبة بذلك وأكدت الصحيفة أن الشعب الإسرائيلي يجب أن لا يتسامح مع ما تسبب فيه نتنياهو التاسعة من التلفزيون المصري متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها مقتل عضوا كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية إسرائيلية طهران تتوعد بالرد قالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران أن مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قتل في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق وأضافت المصادر لليوترز أن المستشار ريدا مصوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران كان أحد رفاق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري والذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020 من جانبه اعتبر الرئيس الإيراني الخطوة الإسرائيلية دليلا على الإحباط والعجزة هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالرد على إسرائيل استهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخخة قاعدة تضم قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي قرب مطار أربيل شمال العراق أوضحت السلطات العراقية أن الهجوم أدى إلى وقوع إصابات مشيرا إلى أن جماعات خارجة عن القانون قامت بإرسال طائرات مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني وهو ما أدى أيضا إلى تعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر في انعكاسا للتوتر الإقليمي الذي عززه التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اتفاق الأطراف اليمنية على استئناف عملية سياسية خطوة إيجابية تشمل الالتزام بعدد من التدابير منها وقف إطلاق النار وتنفيذ إجراءات لتحسين الظروف المعاشية أكد أبو الغيط أن اتفاق الأطراف اليمنية يعد فرصة جديدة في طريق الاستجابة لتطلعات الشعب اليمني مشيرا إلى أنها تبعث الأمل في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن وفي خلق ظروف المساعدة لإطلاق حوار سياسي يمني يمني يؤدي إلى سلام دائم مؤكدا ضرورة مواجهة الأزمات الإنسانية وضمان استقرار الوضع الأمني في البلاد وعدم تشكيله لتهديدات على الجيران أعلن القادة العسكريون في النيجر تعليق جميع أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للناتقين بالفرنسية قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر إن فرنسا كثيرا ما استغلت المنظمة المؤلفة من 88 عضوا كأداة للدفاع عن مصالحها نقلت توكالات أنباء عن وزير الدفاع الروسي سرغيش ويغو وقوله إن القوات الروسية سيطرت بالكامل على بلدة مارينكا شرقي أوكرانيا في المقابل أكد الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيرة وصارخين على أوكرانيا استهدف معظمها جنوب البلاد وأعلن الجيش الأوكراني تدمير 28 من 31 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أكدت روسيا تفوقها على الغرب في إنتاج الأسلحة بعد أن كثف الغرب من إنتاج الأسلحة من أجل الحرب الروسية الأوكرانية وقال نائب رئيس الوزراء الروسي إن موسكو بدأت في تحقيق مكاسب ورفع واتيرة الإنتاج في وقت مبكر مقارنة بالدول الغربية مؤكدا عزم بلاده على إبقاء معدل النمو مرتفعا كما أشار المسؤول الروسي إلى أنه من المقرر الموافقة العام المقبل على خطة تسليح للفترة من عام عشرين خمسة وعشرين إلى عام عشرين أربعة وثلاثين نقش مجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم طلبي استضاح سياسة الحكومة حول فروة السمكية وتنميتها قرر رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات حوله إلى لجنة مشتركة مختصة وذلك لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس جلسة جديدة وصل خلالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة أهم الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس والمدرجة على جدوى لإعماله وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس طلبي مناقشة عامة بشأن استضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وتنميتها وطالب عدد من أعضاء المجلس بوضع خطة استراتيجية لتنمية الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصديري للخارج مشيدين بجهود الدولة في تطوير وتطهير البحيرات ودعم الثروة السمكية الحقيقة جاءت توجيهات في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدرورة إعداد رؤية شاملة لتنمية القطاع الثروة السمكية وتطوير البحيرات بهدف التصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وتعتبر من أهم مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية هذا إلى جانب التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بمشروعات تنمية الثروة السمكية والتي وضعت مصر وطبقاً لتصنيف منظمة الأغذية والزراعة بالقوم المتحدة الأولى إفريقياً والسادسة عالمياً بعد أن كانت الحادية عشر وفي ختام الجلسة قرر رئيس المجلس إحالة موضوع طلب المناقشة العامة والمناقشات حوله إلى لجنة مشتركة مختصة لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة العامة والدعوة إلى جلسة جديدة يوم التاسع من يناير المقبل أكد عدد من نوابي مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن قطاع الثروة السماكية له أهمية كبيرة ولا ينكر أحد الجهود التي قامت بها الدولة التي تكون الأولى إفريقياً في هذا القطاع السماكية هي جزء مهم جداً من تحقيق الأمن الغذائي المصري الذي يعتبر أمن قومي في المقام الأول في مدى هناك تحديات حتى هذه اللحظة لم نحقق ما ننشده وما نستهدفه خصوصاً القادة السياسية لديه اهتمام كبير جداً في هذا القطاع والاهتمام به لسه حتى هذه اللحظة لم نحقق أو نسد الفجوة المبين الاحتياج أو العرض والطلب حتى هذه اللحظة هناك تحديات خاصة في الاستزاع السماكي خاصة بالصيد في السواحل وفي البحيات خاصة بإدارة البحيات في حد ذاتها موضوع يتعلق بالسياسات العامة التي تتخذها الدولة بجدية تجاه هذا الملف لأنه طول الشواطئ المصرية يعني مفروض يكون قدرتنا أعلى على الإنتاج يمكن في عام 22 كانت الدولة المصرية رقم واحد في الإنتاج السماكي في قرة أفريقيا إحنا مش عارفين السنة دي لسه مؤشرات ما ظهرتش لكن في النهاية ما فيش اكتفاء ذاتي يتتصق مع ما جاء في الخطط المقدمة من الحكومة للمجالس النيابية لابد أن يبقى فيه حزمة من السياسات الحكومية المحفزة لهذا القطاع أولا فيما يتعلق بصغار المزارعين نحن نشوف إزاي نحن نقدر نديهم الإمكانيات اللازمة لهم إن هما يحصل لهم نموه وازدهاره إن هما يقدروا يشتغلوا مع بعض ويكونوا شركات حتى بينهم من بعض علشان يقدر يحسنوا من الإنتاج بتاعهم التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمكتبه سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية زينل وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ حرص المجلس على التعاون مع سفيرة البحرين في السبيل دفع العلاقات المصرية البحرينية إلى أفاق أرحب على مختلف المستويات خاصة في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص القيادتين السياسيتين على ذلك من جانبها قدمت السفيرة البحرينية تهنئتها بمناسبة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية مشيدة بما تشهد مصر في عهده من إنجازات تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة بدء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشيوخ أعرب رئيس المجلس عن تمنياته أن يديم الله وحدتنا الوطنية وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة ونحن نودع عاماً ونستعد لبداية عام جديد أتمنى لحضراتكم ولشعبنا الخير والتوفيق وقد بدأت اليوم احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد ونحن جميعاً نهنئهم بها ونبتهل معهم أن يديم الله وحدتنا الوطنية التي هي رباط قوتنا في وجه أعدائنا وأن تظل مصر كنانة الله في أرضه وأن يسعد أبناؤها بما فيها من نعم وأن تستمر مسيرة التنمية الشاملة التي بدأها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تبلغ غايتها وكل عام وحضراتكم بخير قدم بابا الأسكندرية بيتريارق الكرازة المرقصية توادرس الثاني التهنئة بعيد الميلاد المجيد لبيتريارق الروم الأرث ذوكس البابا تيدرس الثاني بمقر كنيسة القديس سينيكلاوس بمقتقت الحمزوي أعرب البابا توادرس الثاني عن أمله في انتهاء الحروب والصراعات في فلسطين وإدانته للسقوط ضحايا ومصابين أبرياء استقبلت كنيسة سانت فاتسيمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قدس عيد الميلاد المجيد وسط أصوات الأجراس والترانيم واجتمع الحاضرون على رسائل الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري وسط أصوات الأجراس والترانيم استقبلت كنيسة سانت فاطيمة بمصر الجديدة زوارها لحضور قدس عيد الميلاد المجيدة العيد هو دايما تقارب يعني احنا بنتقارب بنهني بعض الناس اللي بتكون زعلانة بتروح بتسلم على أريبها بتهنيهم في كل العيات سواء الميلاد القيامة الفطر الأضحى فخلي يكون العيد السنة دي فرصة عشان مصلحة مصلحة مع الدول اللي حوالينا وبركة المسيح سيد السلام تكون مع الجميع الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد رسائل اجتمع عليها الحاضرون مؤكدين على وحدة وصلابة نسيج الشعب المصري مسلمين وأقباط احنا جايين يعني نعمل صورة جميلة جدا نبين كيف أن الشعب المصري ملتحم كيف أن الشعب المصري واحد كيان واحد يحتفل جميعا بالأعياد معا كما هم يهنئون لنا بأعيادنا نهنئهم بالأعياد بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين يعني في هذا العيد ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا الأعياد مرات ومرات ويجعلنا أمة سالمة غنمة بإذن الله رسالتنا سلام وأظن قدي ربنا بيأكد هذه الرسالة في بلدنا وفي مصرنا من خلال روح السلام والمحبة والإخاء والدعم والسند تبادل الاحتفال يعني تبادل المعايدة في كنيسنا وتبادلنا نحن لما بروح نشارك بشكل أو آخر مع أخواتنا المسلمين أو في الطواف الأخرى حاجة قدي بتثبت أنه الله حاضر في حياتنا يأمل الجميع أن يأتي العام القادم مليئا بالمحبة والخير وبعيدا عن الحروب والخراب ليعيش العالم في سلام وأمان يعتبر عيد الميلاد المجيد أحد أهم الأعياد المسيحية بما يتضمنه من رسائل المحبة والسلام للبشرية في ذكرى ميلاد السيد المسيح والذي كان ميلاده معجزة إلهية تدل على قدرة الله وعظيم شأنه وكل عام وحضراتكم بألف خير من كنيسة سانت فاطيمة محمد الخطيب التلفزيون المصري تواصل الدولة جهدها لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء تهدف التنمية العمرانية في سيناء إلى مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة تواصل الدولة جهدها حيث يجرى إنشاء وتطوير ست مدن من أبرزها الإسماعيلية الجديدة على مساحة 82 ألف فدان ومدينة سلام مصر في شرق برسعيد على مساحة 22 ألف فدان فضلا عن مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة بجانب إقامة التجمعات التنموية حيث تم إنشاء 4.338 بيتا بدويا علاوة على إنشاء 18 تجمعا تنمويا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جاري إنشاؤها في إطار مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تم زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء ومدن القناة لتسجل 89.3% عام 2023 مقابل 84.4% عام 2014 في حين تم تنفيذ 45 مشروعا لمياه الشرب بطاقة 478 ألف متر مكعب في اليوم الواحد كما تم تنفيذ 30 محطة تحرية مياه بحر ليبلغ العدد الإجمالي 45 محطة عام 2023 مقابل 15 محطة في عام 2014 التنمية العمرانية في سيناء تهدف إلى مضاعفة رقعة المعمور لخلق مجتمعات متكاملة تحمل مشعل التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بحضور وزير العدل عمر مروان النائب العام حمد الصاوي ورؤساء النيابات النوعية تم تكريم عدد من القضايا أو القضاة ورؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة والنوعية كما تم تكريم عدد من ضباط القضاء العسكري بالقوات المسلحة وتقديرا لما بذلوه من جهود مضنية في العمل القضائي هذا التقليد أمر بسيادة الرئيس منذ ثلاث سنوات يعني النهاردة النسخة الثالثة لتكريم القضاة المتميزين هذا التكريم أسمى صورة فيه هي شهادة التقدير الموقعة من فخامة الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية للأبنائه القضاء المتميزين قيمة التكريم هو بصفة خاصة وبصفة عامة لكافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ذلك الدعم الذي في البداية لود أن نوجه كافة الشكر والتقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للقضاء المتميزين ولكافة رؤساء الجهات والهيئات القضائية هذه قيمة كبيرة جداً وحافز كبير جداً على التمييز والتفوق وعلى النجازة العادلة في القضاء وهي تنبذرها على ودي الخصوص قيمته تأتي أنها دفعة معنوية من رؤسائنا تم بناء على أسس وقواعد مدروسة والحمد لله ربنا يوفانا لكل خير إن شاء الله الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة مع شروق عماد إليك شروق شكراً لكم أميرة وأدى أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أسيا الوسطى بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022 بفائض تجاري يبلغ نحو 42.18 مليون دولار لصالح مصر جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول أسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة فضلاً عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات العملي بالغاز الطبيعي وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقصيد تكلفة التحويل لمدة عامين بدلاً من عام فضلاً عن التطور الكبير في إجمالي مباعات غاز السيارات جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول طريق الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة تمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية فضلاً عن تزديد أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية وحققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية وأربعة من عشر مليار دولار طفرة هائلة في قطاع البترول والغاز تمكنت من خلالها الدولة في السنوات الماضية من توظيف الاكتشافات في تعزيز الحصيلة الدولارية إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي نجمع عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائد في معروض القهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال في المجمل حققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية وأربعة من عشر مليار دولار بزيادة مئة وواحد وسبعين عما كانت عليه عام 2021 وفي إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي عملت مصر على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي تضمن التوقيع مائة وعشرين اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئراً خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ونجح القطاع في زيادة قدراته الانتاجية من الغاز لتصل إلى سبعة مليارات قدم مقعبة يومياً بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مقعبة يومياً حتى نهاية عمر المشروع توق المال أنهت البورصة المصرية والتعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه عيث ربح رأس المال السوقية 15 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 1.7% لغلق عند مستوى 24.226 نقطة كما ارتفع أيضاً مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 65.100% لغلق عند مستوى 5.347 نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 68.100% لغلق عند مستوى 7.691 نقطة قالت رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا ان البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية اذا ارتفعت اسعار النفط الى ما بين 88 و90 دولاراً للبرميل وكان البنك قد توقف في اغسطس الماضي عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض الى ان اصبح الدولار يساوي 100 روبل وتعتمد روسيا بشكل كبير على صادراتها من النفط والغاز لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية اكدت دول العراق ونيجيديا وجمهورية الكنغو التزامها تجاه تحالف أوبيك بلاس بشأن مستويات الانتاج وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية يتدلك بعد خروج أنجولا الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بعد إعلان أنجولا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة أوبيك بعد خلاف بشأن حصتها الانتاجية تصور مخاوف حول تماسك مجموعة منتج نفط والتحالف أوبيك بلاس في المستقبل على غرار أنجولا دخلت نيجيريا في خلاف مع قادة أوبيك حول حصة انتاجها لعام 2024 رغم أن هذا الخلاف تم حل على ما يبدو خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في الثلاثين من نوفمبر الماضي رغم ذلك ينظر أغلب المحللين إلى انسحاب انجولا باعتباره حالة فردية وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الانتاجية جعل منها عضوا أقل فاعلية في منظمة أوبيك إلى ذلك أكدت دول أخرى أعضاء في المنظمة كالعراق والكنه التزامهما تجاه المجموعة حفاظا على توازن سوق النفط العالمية وانفصلت أنجولا عن أوبيك بعد 16 عام من عضويتها بعد القرار الأخير الذي اتخذته أوبيك بتحديد حصة تبلغ 1.11 مليون برميل يوميا لأنجولا وهو ما عرضته لواندا التي تهدف إلى إنتاج 1.18 مليون برميل يوميا تواجه منظمة أوبيك وحلفائها في تحالف أوبيك بلس مخاوف من فقدان نفوذهم في السوق في ظل الخلافات بينهم فضلا عن المنافسة الأمريكية والمساعد الدولية لتقليص الاعتماد على الوقود الإحفوري تأسست منظمة أوبيك عام 1960 وتجمع 13 عضوا وشكلت تحالف أوبيك بلس عام 2016 مع 10 دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية أعلنت الكويت انكماشا الاقتصادي بنسبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن القيمة التقديرية للنتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 9.9 مليار دينار كويتي وهو ما يعادل نحو 32.16 مليار دولار مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للنتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2022-2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 تسجل 11.9 مليار دينار أي نحو 39.2 مليار دولار وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون على قانون ميزانية عام 2024 واعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 113 مليار دولار كنفقات عامة وبعجز يقدر ب45 مليار دولار وتميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة ورفع الأمور واستمرار دعم المواطنين قال محافظ بنك اليابان كوزو أويدا إن البنك المركزي سيفكر على الأرجح في تغيير السياسة النقدية إذا تحسن احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بالشكل المستدام بما فيه الكفاية كان بنك اليابان المركزي قد أبقى على سياسته النقدية شديدة التساهل ما يؤكد تفضيل صناع السياسات بالمركزية انتظر المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه انتهت جولتنا الاقتصادية واستعرضنا مع حضرتكم مهم أخبار المال والأعمال وعودة من جديد إليكما أميرا وأدا شكرا لك شروط في حزن واضح داخل كنيسة المهد وسط مدينة بيت لحمة بالضفة الغربية قرعت الأجرس وأقيمت الصلوات من أجل انتهاء الحرب في قطع غزة وكان البتريارك ورؤساء كنائس مدينة القدس قد أعلنوا جميعا إلغاء الاحتفالات كافة بأعياد الميلاد لهذا العام تضامنا مع غزة غابت عن مدينة بيت لحم مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد مقارنة بما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية فلم توضع شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد ولم تعزف فرق الكشافة لدى دخول بيتريارك اللاتين ساحة الكنيسة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبدلا من أن يحمل أعضاء فرق الكشافة الألات الموسيقية في المسيرة السنوية التقليدية مع بدء الاحتفالات بعيد الميلاد رفع لافتات تدعو إلى وقف الحرب على قطاع غزة ولم تتزين شوارع المدينة كعادتها بأشكال مختلفة من الإضاءة ولم يأتي المواطنون مسيحيون ومسلمون إلى ساحاتها في ظل غياب مظاهر الاحتفال والاقتصار على الشعائر الدينية وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ميلاد السيد المسيح يأتي هذا العام ومدينة الميلاد تعيش حزنا لم تره قبل هذا اليوم حيث لم يسلم أحد من أبناء شعبنا النساء والرجال وكبار السن من القتل والإرهاب ومحاولات التهجير القصري وتدمير آلاف البيوت ما يذكرنا بما حدث في نكبة عام 1948 وقوبل موقف الطوائف المسيحية والفلسطينية التي قررت اقتصار أعياد الميلاد على الشعائر الدينية بترحيب فلسطيني كبير على مختلف المستويات حيث يؤكد هذا الموقف وحدة الصف الفلسطيني على طريق السمود والحفاظ على أرضه والحفاظ على هويته وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية وعن آخر أخبار الكرة والملاعب من نشرة التاسعة أخبار الكرة والملاعب تصحبنا فيها شروق عماد الدين إليك الشروق شكرا لكم أدا وأميرة مجددا مع حضراتكم وجولة لأهم أخبار الرياضة تأهل الأهلي إلى المبارات النهائية ببطولة كأس السوفر بعد فوز على سراميكا كيلو فترة بهدف نظيف في الدوري نصف النهائي من المسابقة المقامة في الإمارات وسجل هدف اللقاء الوحيد جوستيك أرثر لاعب سراميكا كيلو فترة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة والتسعين صاعد فيوتشر إلى نهاء كأس السوفر عاقب تغلبه على بيرامدس بدربات الترجيح بواقع 14 ركلة مقابل 13 وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي ذهبت لصالح فيوتشر فزا أمبي على مضيف الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من الدور الممتاز بهذا الفوز رفع أمبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث بينما توقف رصيد الجونة عند 13 نقطة في المركز الثامن تغلب البنك الأهلي على مضيف بلدية المحلة بهدفين مقابل لا شيء في الدور الممتاز بهذا الانتصار رفع البنك الأهلي رصيده إلى 6 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقطة في المركز الثالث أعلن الاتحاد الدولي رابطت اللعبين المحترفين للسكواج عن التصنيف العالمي للأسبوع الجاري للرجال والسيدات وواصل علي فرق تصدر قمة ترتيب الرجال بينما تستمر نور الشربيني في صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 17 على التوالي انتهت جولتنا الرياضية ومن جديد عودة إليكم أدا وأمير شكرا لك الشروط نشرت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية تقريرا حول المتحف المصري الكبير وصلت الدوء على تضافر جهود الدولة لاكتمال بناء المتحف وافتتاحه في أقرب وقت لمحب أثار مصر الفرعونية وعاشق حضارتها العظيمة وذكرت الصحيفة أن التماثيل الفرعوني الضخم تقف شامخة مزينة للدرج الكبير في المتحف المصري الكبير والذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لعرض كنوز حضارة واحدة الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار التقس والحالة الجوية أعود مرة أخيرة إليك شروع شكرا لكم أهلا بحضراتكم مجددا وجولة لأهم أخبار التقس ودرجات الحرارة يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء تقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفيما يليبان بدرجات الحرارة المتوقع غدا بإذن الله في عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمة في القاهرة 22 الصغرى 14 إسكندرية 22 الصغرى 13 مطروح 21-12 بورسعيد 21-14 إسماعيلية 22-14 أما عن السويس فالعظمة 23 الصغرى 14 العريش 22 الصغرى 12 طابة 22-14 شرم الشيخ 26-18 ألغر داقة 26-16 وإلى الأقصر 25-12 أسوان 26-13 الودي جديد 25-6 شلاتين 27-20 حلايب 25-21 والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقع غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والآن نترككم مع أبرز لقطة لهذا اليوم اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة